تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنئة من معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي رفع معاليه فيها بكل الاعتزاز إلى جلالته أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة احتفال مملكة البحرين وشعبه الوفي بليوبيل الفضي لحكم جلالته العزيز ابنا بارا للراحل الكبير صاحب العظم الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراء وحافظا لعهده وحاملا لأمانة الحكم ووفيا للمبادئ لكي تبقى مملكة البحرين منارة للتقدم والتحضر ونموذجا للتعايش والوحدة وواحة للتسامح والسلام ومواصلات العزم لاستكمال مسيرة البناء والاستقرار والوئام تحت راية جلالة الملك المعظم المظفرة بإذن الله تعالى وفضله وبعزم أبناء البحرين وتطلعاتهم واستذكر معالي وزير الديوان الملكي بهذه المناسبة السعيدة بكل الفخر السنوات المضيئة في ظل قيادة جلالة الملك المعظم الحكيمة وما تحقق فيها من مكتسبات بدءا بميثاق العمل الوطني الذي جسد الإجماع الوطني حول الثوابت الجامعة ووصولا إلى مشروع جلالته الإصلاحي والإنجازات الحضارية العديدة التي حققت تقدم البحرين كمملكة حامية للحقوق والحريات يعتز شعب البحرين بالانتماء إليها ويعمل على صونها في السراء والضراء وأكد معالي في برقيته أنه في غمرة هذا الاحتفال سوف نظل نستلهم من هذه المناسبة المعاني التي جاء بها العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة بفضل ما قدم جلالته من العطاء والرعاية السامية مما أسما في تحقيق نقلة نوعية في حياة البحرين وشعبها سائلا معاليها الله تعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم عزا وذخرا وأن يمد جلالته بعونه ورعايته لمؤاصلة المسيرة الحضارية ترجمة نانسي قنقر